السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائي طلبة في محاضرة جديدة وياكم أستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث عن ال Past Continuous وهو زمن الماضي المستمر بالنسبة لزمن الماضي المستمر فإحنا معاودينكم بداية لازم ناخذ structure الزمن تركيب الزمن حالات النفي وحالات السؤال وإلى آخره فنجي على حالة الماضي المستمر بالنسبة لحالة المثبت فالقاعدة رح تكون فاعل زائدا was aware زائد فعل في آي انجي ثم تكمله فمن يجيب لي بالامتحان he work at school رح أقول لي I was عفوا هي I play مثلا I was playing football طبعا هذا خطأ مطبعي إن شاء الله رح يتعدل بطوعات جديدة وانت النحو I was playing football كنت ألعب كرة القدم بمجرد خلية الواز فعل خلية آي انجي وتكمله أما بالنسبة لحالة النفي فنفس الجملة القاعدة رح تكون فاعل was aware زائد not زائد فعل بيا انجي ثم تكمله بعد الفعلين المساعدين نخلي not she was not playing football لم تكن تلعب كرة القدم هذا على سبيل المثال أما بالنسبة لحالة السؤال فرح نقول was aware بعد قبل الفاعل ثم فعل بيا انجي ثم تكمله حتى إذا أجرتك أداة الاستفهام فأداة الاستفهام تكون في بداية الجملة ما لها أي وجود ما لها أي وجود ما تأثر على بقية الجملة where are they playing football where are they playing football هل كانوا يلعبون كرة القدم الwhere مستمر they play الضبط الهالة انجي والتكمله هذا بالنسبة لتركيب زمن بشكل عام خلينا شوف الاستخدامات اللي موجودة عندنا بالملاحظات اللي موجودة عندنا بالكتابة أول يعني يقول I was doing طبعا هنا بني يقول I was doing يعني الدو هو معناه يفعل يعني أي شخص ده يفعل يقول I was doing something كنت أفعله شيئا ما يقول معناه I was in the middle of doing it أنا تشينته وسط الفعل مالته يعني أنا كنت أثناء الحدوث مالته at a certain time وقت محدد بالماضي the action is started before this time but had not finished الحدث استمر قبل هذا الوقت ها عيني وما انتهى استمر ممكن توضحنا مثال نعم يقول this time this time هذا الوقت last year بسنة الماضية I was living in هونغ كونغ خب النفس هذا اليوم بالعام لشينت عايش ب هونغ كونغ إذن الحدث هو مبايض مبلش من زمان ومستمر للعيش ب هونغ كونغ طيب فهو يقول مثل هذه اليوم معناها هو الحدث تم بالماضي واستمر أنه عايش بهونغ كونغ غلاء بعدين ننتقل طيب الجملة اللي وراها what were you doing at ten o'clock last night البارحة بالعشرة بالليل شونت تسوي معناها أنا استمرت بفعل شيء معين بالماضي استمرت بشيء بفعل معين للماضي كان بالماضي واستمر شوف هنا يقول compare I was doing as I did قارن ما بين زمن الماضي المستمر والماضي البسيط زين يقول I was doing من يجيك ماضي ومستمر in the middle of action يعني أنا بوسط الفعل بس من يقول I did يعني فعل ماضي يقول complete action زين استاذ محمد إذا جاب إنا الاستاذ compare قارن شلون أجاوبة جدا موضوع بسيط من يقول لك ينطيق جملة ماضي مثل هاي جملة ماضي ومستمر أنت تقل I am in the middle of walking home أنا بوسط الذهابي إلى المنزل طيب إذا جاب لي غير راح أقل I am in the middle of watching TV I am in the middle of watching TV أنا بوسط مشاهدة الفيلم يخلي يقول جاب لي بلاين أقل I was I am in the middle of playing football نفس حالة أي جملة جيب لك إياها مجرد راح تغير الفعل بس أهم شي تقول I am in the middle هذا بالنسبة للماضي المستمر أما بالنسبة للماضي البسيط فتقول completely يعني I walked the home completely يعني أنا مشيت للمنزل والحدث انتهي the action has completed complete action يعني إذا تريد الجاوب تقول the action here الحدث هنا is totally completely يعني الحدث هنا تماما انتهي الحدث هنا تماما انتهي لا تنسونا وهذا لزم تركز لي على الأفعال اللي قلت لكم ما يجون باله الانجي رح ناخذ ان شاء الله أيضا يعني رح ناخذ أيضا الأفعال التي تاخذ الانجي هذن أيضا ما يجي نوية المضارع ويا الماضي المستمر الأفعال التي أخذناها بليونة الرابع وقلنا هاي الأفعال ما تاخذ الانجي ابناء نفس الحالة أيضا ما يأخذ الانجي يعني ما يجن لا ويا المضارع المستمر ولا يجن ويا الماضي المستمر هذن كل مهمات ركز لعليهين وكل الماضي المستمر والمضارع المستمر والمستقبل المستمر هذن الأفعال انتهتكم إياهن بالملزمة ولكتاب هم موجود قسم من عدن هذن كل ما نستخدم بأي فعل كان بحالة الاستمرارية أي زمن كان لهنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم تشوفكم إن شاء الله بمحاضرة أخرى أي سؤال أو استفسار أنا حاضر لا تنسوا تشاركون الفيديوهات لزماليكم والتعليقات الجميلة مثل حضراتكم الطيبين